أصبح من مواطني الجمهورية العراقية بتوقيع وزير الداخلية عبدالأمير الشمري ليست المسألة في الخبر وإنما بما تحمله هذه الصورة من دلالات على مخطط يجري ومخاوف من مخططات مستقبلية مواطن باكستاني منح الجنسية العراقية وفتحت سمة صورته باب التساؤل عن خلفية عملية التجنيس ودوافعها وأعادت للأذهان حوادث مشابهة نال بها آلاف الأجانب الجنسية العراقية بناء على دوافع ولائية تخدم مشروع تغيير ديموغرافي كما يقول الناشطون وتأتي عملية التجنيس هذه في وقت يخشى عراقيون من تعديل القانون الخاص بمنح الجنسية العراقية واتخاذه سبيلا لمنح مئات الآلاف من الإيرانيين والباكستانيين والأفغان الجنسية العراقية من منطلقات طائفية تساهم في تغيير التركيبة السكانية وتشويهها في العراق خدمة للمشروع الإيراني وفيما تقلل المصادر الحكومية من عدد المجنسين الأجانب وتحصرهم بالآلاف إلا أن مراكز رصد كشفت عن تجنيس عشرات الآلاف من الموالين لإيران في فترة حكومة نور المالك الأولى والثانية ويأتي في مقدمة هؤلاء طلاب الحوزة والعاملون في خدمة المراقد كذلك سبق أن كشفت مديرية النزاهة في ديالا عن وجود نحو 1500 شخص أجنبي منح الجنسية العراقية بناء على وثائق مزورة فإذا كانت هذه الأرقام صدرت من مؤسسات حكومية فكيف بما خفي وتعتبر محافظة ديالا كما يقول مراقبون مستهدفة بمشروع التغيير الديمغرافي عبر تهجير سكانها وتوطين أجانب مجنسين فيها لمال هذه المحافظة من خصوصية على المستوى الاستراتيجي تجنيس الأجانب بناء على خلفية طائفية لأهداف سياسية تجعل قراءة امتناع الحكومة عن الأحصاء السكاني أكثر وضوحا حيث يؤخر هذا الإحصاء وتوضع العراقل أمامه من أجل تجنيس أكبر عدد ممكن من الموالين لإيران قبل إجراء الإحصاء وبالتالي تلعب الأرقام الجديدة دورا في ترسيخ واقع ديمغرافي جديد يهجر به أهل البلد ويحرمون من أوراقهم الثبوتية بينما ينال الغرباء الجنسية العراقية ترجمة نانسي قنقر